عود إلى تكملة السؤال الخاص بأختنا مونة اللي انتهى الحال بنا وبنزجها إلى تبادل السب والشتم والإهانة والإساءة وبتقول إن احنا يعني مجرد متفقين على إن الحياة ما بيننا عشان خاطر الأربع أولاد اللي ما بينهم وبعدين هي بتقول هل أنا مقصرة في ذلك أيوة مقصرة في الحقوق التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك من ضرورة القيام بها أنا أتق الله وأرعى الله سبحانه وتعالى في الشخص الأمامي ده مطلقا في جميع الخلق مش مسلمين فقط مسلمين وغير مسلمين في الناس أجمعين الإنسان عليه أن يتق الله في جميع معاملاته وأن يذكر الله دائما أبدا في كل صغيرة وكبيرة في جميع التعاملات الإنسانية التي يتعامل يعني بها مع الناس ما بلنا بقى بحق الزوج اللي هو آكد اللي بتربطني به رابطة الإنسانية ورابطة الأخوة في الوطن وتربطني به رابطة الزواج يعني أكثر من رابطة ودائرة إنسانية أنا يعني متعلقة وفيها تشابك بيني وبين الزوج وبالتالي حقه أعظم وأعظم وهو كذلك وأنت كذلك له بالمثل شفنا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام نبه إليه هذه المرأة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام أداة زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له وقلنا لحضرتكم قبل الفاصل وأقول لأخواتنا الفضليات هي دا السؤال هو دا السؤال المهم اللي لازم أسأل نفسي عنه وهل زوجة أتصور أنت كيف أنت له زي ما عددنا معاني كيف أنت له ضاحكة والعبوسة كيف أنت له جميلة أم قبيحة في المظهر وفي السلوك كذلك كيف أنت له إذا غضب كيف أنت له إذا رضي كيف أنت له إذا كان مجهدا كيف أنت له عند المشكلات كل دي مواقف حياتية بتعيش وبتمر على المرأة في حياة وتمر كذلك على الرجل لكن أتصور أنه لو أن امرأة تسأل نفسها ذلك السؤال اللي النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن تنتبه النساء إلى حق الزوج أكيد أننا حوصل لمرحلة من الصلح ولو على المدى الطويل والإصلاح ولو على المدى الطويل وده بيتحقق ومن يتحرى الخير يعطى إحنا مش بنحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان نقول قال رسول الله وصدق رسول الله بالكلام دون تنفيذ وهو في جميع ما يقول ويفعل صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة إحنا عايزين يبقى في تطبيق عملي كيف أنت له يا منا كيف أنت له في جميع التعاملات هو يخطئ هو يقصر في أداء الأمانة التي لي عنده لكني لا أقصر وأقوم بأداء هذه الأمانة التي سأسأل عنها يوم القيامة إن أخطأ وأطال في تلفزه أنا امتنعت إن أساء أنا أحسنت لو أني أصنع ذلك في بيتي هل إنسان عاقل يعقل هذه المسألة إلا يقول لك لا أكيد البدة هيوصل لبر الأمان لأن فيه امرأة عاقلة رشيدة تحسن التصرف وترجو الخير وترجو بقاء حياتها وإنجاحها الإرادة دي ننجح بيتي وأصلح فيما بيني وبين زوجي القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى الواحد من عليه أن يتوكل على الله وإن أساء الزوج لابد من رعاية الحقوق وإن أساءت الزوجة لابد من رعاية الحقوق ليه؟ لأن دي أمور أنا حق متعلق بآدمي مطلقا دي قعد عم حق متعلق بآدمي فما بالي هذا الآدمي زوجي ما بالي هذا الآدمي زوجتي والتقصير في حق الآدمي أمر عظيم بالنسبة لجميع الخلق ولأصحاب الحقوق آكد ولجميع الخلق حقوق لكنها حقوق بتتفاوت بحسب الدوائر اللي بتربطنا بيهم بحسب أنواع العلاقات الإنسانية اللي بتجمعنا بيهم وبالتالي حق الزوج من أعظم الحقوق وحق الزوجة من أعظم الحقوق ليه؟ لأنه مترتب عليه رعاية الأسرة مترتب عليه هدؤنا في البيت سلام اجتماعي لأنه لن يتحقق السلام الاجتماعي إلا بالسلام الأسري إن الأسرة الزوجة ترعى حقوق الزوجة والزوجه كذلك وإن أساء أحد الأطراف أحسن الطرف الآخر وإلا تقلبت غابة أسل الناس متصورة إنه كل اتنين بيتزوجة إنه هم ما بقى فيش بعد كده من الحياة الوردية بالعكس ده بداية مش بالعكس يعني حاجة وحشة لكن بداية ليه؟ بداية التقالف والتعارف وإننا الإنسان دي بتحية مع رجل وتعيش مع رجل ويعيش مع امرأة كل شيء بيشاركوا بعض فيه مش حاجة سهلة هذا التوافق ده ونوصل ليه نوع من السلام والسلام الاجتماعي والتألف والود بياخد وقته بس يكون كل طرف عنده حرص على بقاء الحياة الزوجية نرجع تاني الكلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت له؟ وهو ده السؤال اللي أنا بقول لأنها حريك تسأليه نفسك عشان ما تقوليش أنا مقصرة ولا لا احنا قلنا لابد من الإحسان إليه حتى وإن أساء وإن قصر طالما احنا ارتضينا إن نكمل عقد الزواج فهذا العقد يعني بيترتب عليه مجموعة من الحقوق والواجبات انتو اللي اتنين في حقوق متبدلة ما بينكم إن هو قصر أنا علي أحسن أتقي الله فيه والتقوى هي سبب عظيم لنجاة العبد كيف أنت له؟ فقالت هذه المرأة التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام ما آلوه إلا ما عجزت عنه ما بأسرش يا رسول الله إلا في الشيء اللي فوق الطاقة ما آلوه إلا ما عجزت عنه فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القضية ويقول فانظري أين أنت منه؟ شوفي أنت فين عند زوجك؟ أنت يا أين أنت منه؟ ونأكد بيها المعنى كيف أنت له صديقة أمًا حبيبة رفيقة هادئة رشيدة حكيمة هي دي الصور اللي عايزين نوزن بيها البيوت اللي خلاص بتقع بتتهز لسفة عند بعض الرجال أو لشطط عند بعض النساء عايزين هي دي الشيء اللي احنا نعود إليه يتقي كل طرف في الطرف الثاني يتقي الله في الطرف الثاني وبيننا أولاد أكيد أول من بيتأثر بأي شيء من أنواع الخلاف بين الأب بين الزوج والزوجة الأبناء ومش عايزين زي ما بنأكد كل مرة نصدر للمجتمع أمراض نفسية أطفال ممزقين من الداخل أطفال عيونهم معلقة بأنه مطروب مشدود أن أبويا ما بيكلمش أمي أو أمي ما تكلمش أبويا أو هما الاتنين بيشتموا بعض يعني أنت حريك بتقولي إحنا بنشتم بعض حنربي إزاي لما بني شايفني بشتم أبوه ولا الأب بيشتم الأم أين الاحترام أين القدوة حنربي إزاي هذا الجيل عليكنا أن تتذكرنا سؤال النبي لهذه المرأة أذات زوج أنت قالت نعم يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام فانظري أين أنت منه يعني شوفي أنت فين من زوجك ده أنت أي معنى في حياته أنت أي وضع في حياة زوجك وبعد كده يأكد النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو جنتك ونارك ده بقى البعض أنه ما سيقول لك إيه أصل الفقهاء خدوا الجانب الزكوري في شرح الأحاديث أصلين تجيتوا على المرأة الحقيقة إحنا من أخطأ في منهجه العلمي وبقى بيعرض الأمور بشق بشق مائل دي مسألة ترجع لكن الحقيقة الشرع الحنيف أنصف المرأة في كثير من الأمور أنصفها إنصافا عظيما أنا أقول هذا الكلام مش بوصفي بس إني متخصصة في الدراسات الإسلامية لا أقول هذا بالتخصص العلمي وأقول هذا من خلال أني امرأة أدرك أن ما جاء في الشرع الحنيف كله إنصاف بل عينه الإنصاف ودايما أؤكد أن القرآن الكريم الوحي العظيم جاء بصورة كاملة إسمها سورة النساء ثم جاءت سورة شفنا سورة مريم شفنا سورة كمان إسمها سورة المجادلة امرأة تجادل في تشريع والله يسمع تحاوركما ويأتي بإقرار حق المرأة وينزل قرآن يطلى إلى يوم الدين في مسألة الظهار أليس كل ذلك إنصافا للمرأة ورعاية لأمرها وهذا التأكيد الواضح في هذا الاعتبار اللي بتقدم في صورته المرأة في الوحي الشريف ما يلفت الأنظار إن أنا لما أتكلم عن حقوق المرأة في هذه الشريعة الغراء ما يبقاش كلام جزئي أرد فيه الجزء للأصل للأمور الكلية وأشوف إن هذا الكيان له تكريم كيان المرأة له تكريم عظيم في شريعة الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وكما أن حضرته صلى الله عليه وسلم يوجه النساء إلى إحداث السلام الأسري في البيوت إنه جنتك ونارك تأكيد على إنه أنت اللي بتعمل الهدوء في البيت حتى وإن أخطأ حتى وإن حسل منه شرود أو شطط في بعض التصرفات وجه الشرع الحنيف الرجال وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حتى لو شفت منها تقصير نعم القرآن الكريم حض على الإبقاء على الزوجة الإمساك بالمعروف حتى لو حصل تبدل في المشاعر وتغير في شعور الرجل بزوجته إلا أن الشرع حض على الإبقاء وفي ذلك خير وبركة ويجي القرآن يوجه في موقع آخر ويقول وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْنَ بَيْنَكُمْ كل هذا رعاية لشأن الزوجة والزوج وإبقاء للحياة الأسرية وإعمار الحياة الأسرية وَلَا تَنْسَوْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وآيات كثيرة فقه الأسرة الذي جاءت به هذه الشريعة الغراء من تنظيم العلاقة فيما بين الزوج والزوجة من أصغر شيء لأكبر شيء من أول ما نبتدي نحس أن في نوع من الخلاف حيقوم فيما بين الزوج والزوجة القرآن يحض على ضرورة رعاية ده نلحق الأمر وإن خفتم وإن خفتم مش استنيتم لما الشقاق والنزاع والخلاف يقع لا وإن خفتم تلحق الأمر من الأول شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أهي قاعدة التحكيم والتي جاءت كذلك بعد نصح الرجل بدرورة تقويم أو توجيه المرأة إلى الإصلاح عن طريق الوعظ والكلام والحديث والحوار وتيجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام تفصل وتبين إزاي الرجل اللي ربنا أعطى له القوامة مش القوامة بقى بمعنى الناس سلطة استبداد وتحكم لا رعاية وخدمة وحفظ وإن الإنسان كما قال سيدنا بن عباس رضي الله عنه يقول ما أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة يعني إيه؟ يعني محبش أخد حقوقي كلها من زكتي لأن ربنا وصانا بيهم خيرا وجعل للرجل درجة درجة مش سيادة تمييز جنس الذكر على جنس الأنثى كما فاهم البعض لا إنما هي سيادة خلوقية بالمثل العليا بإنك تيجي على نفسك عشان خاطر زكتك فجعل هذه درجة في السمو الأخلاقي بحض ويحص الرجال إلى أنه يرنو إلى أن يصل إليه فيفهم ترجمان القرآن سبن بن عباس رضي الله عنه فيقول ما أحب أن آخذ ما أحب أن أستنطف يعني ما أحب أن آخذ جميع حقي على امرأتي لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم